الحقيقة أحبة في الله لا تستخفوا بآيات القرآن لا تستخفوا بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان دائما الذكر كان لسانه رطبا بذكر الله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير ما هذا الكلام العجيب والله أيها الأحبة هذا الكلام ينبغي أن نرسخه في عقلنا الباطن ينبغي أن يكون عقيدة لدينا كلما دخلت إلى أي مكان ما هو المانع أن تدعو بهذه الآية أن تردد هذه الآية أولا كل حرف تقرأه بعشر حسنات كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعني هذه الآية أنا لدي هنا بحدود خمسة وخمسين حرفا يعني خمسمائة وخمسين حسنا أنت تقرأها خلال ربع دقيقة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير عشر ثواني وأنا أقرأ بهدوء وتأمل وخشوع عشر ثواني فقط تكسبك أكثر من خمسمائة حسنة وكل حسنة خير من الدنيا وما فيها خير من مليارات الدنيا وما فيها أيها الأحبة طيب ما فائدة هذا الدعاء ما فائدة هذه الآية لماذا أنزلها الله عز وجل الإنسان أيها الأحبة كما يقول علماء النفس بحاجة دائما لمن يدعمه ويؤيده بحاجة إلى دعم نفسي هناك جمعيات ومؤسسات وعيادات مهمتها التقديم الدعم النفسي الاكتئاب كثر كثيرا في هذه الأيام والقلق والتوتر النفسي والحزن العميق هذه يعني كثرت بين الناس بسبب الضغط الهائل لعصر المعلومات الذين عيشوا اليوم وبالتالي لا بد من دعم نفسي من أين نحصل على هذا الدعم النفسي من القرآن كلما أردت أن تدخل في أي مكان لديك مثلا مشكلة تريد أن تحلها لديك أمر صعب تريد أن تذهب لتحل هذا الأمر لديك هدف تريد أن تنجزه في مكان ما أي مكان تدخل فيه حتى عندما تدخل إلى بيتك حتى عندما تدخل إلى عملك إلى دراستك تقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق مدخل صدق عبارة عظيمة جدا أي أن هذا المدخل تعينني فيه على الصدق وبنفس الوقت تجعل من أدخل عليهم تجعلهم صادقين معي فالمدخل الذي تدخله كله صدق اليوم عصر الكذب أيها الأحبة للأسف أنت تدخل إلى محل أو مكان لتشتري شيئا وأنت تتوقع أنه يكذب عليك لا يعطيك النصيحة لا ينصحك بالنصيحة الجيدة يكذب عليك ليروج لبضاعاته ربما تكون فاسدة فعندما تقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق يعني يا رب أنا إذا دخلت في هذا المكان فاجعل الصدق من حولي أجره على لساني واجعل هذا المدخل كله صدقا بالنسبة لي ومن أتعامل معهم صادقون معي أو صادقين معي وعندما أخرج أيضا مخرج صدق وبنفس الوقت واجعل لي من لدنك سلطان النصير إذا ذهبت في أي مكان تشعر بالقوة تشعر أن لديك سلطان قوي تستمده من الله عز وجل الملك المتصرف في الملكوت هذه آية القوة والسلطان أيها الأحبة وبعد هذه الآية ماذا تقول آية تالية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق الباطل لا يمكن أن يطغى على الحق الباطل لا يمكن أن يظهر على الحق الباطل دائما زهوق في الأسفل منتهيا فهذه عقيدة ينبغي أن ترسخها في أعماقك لتكون سعيدا في حياتك وإلا الإنسان اليوم يتعرض للكثير من المشاكل والهموم وربما الظلم وربما نقص في المال في المشاكل كثيرة جدا أيها الأحبة أنت بحاجة لأن تعتقد أن الباطل لا يستمر ولا يظهر على الحق والباطل لا يطغى على الحق وأن الباطل مصيره إلى الزوال وقل جاء الحق يشبه لك الحق وكأنه شيء يتحرك ويأتي أن هذا الحق سيأتي وأن الظلم والبطلان سيزهق ويموت ويختفي إذن أيها الأحبة هذه الآية والله ترح النفس تواسي المؤمن وتعينه أيضا على قضاء حاجته تعينه على الصدق تعينه على أن تجنب إساءة الآخرين مدخل صدق يعني مدخل فيه خير ويجنبك السوء ويجنبك المهالك إذن أيها الأحبة اقرأوا معي هذه الآية واحفظوها والله ستنتفعون بها يوم الموت ويوم لقاء الله عز وجل يعني أخي الحبيب أنت يعني ستلقى الله ربما الآن ربما غدا ربما بعد غد طيب هل تلقى الله وأنت جاهل بكلامه على الأقل احفظ بعض الآيات تلقى بها الله عز وجل وأنت حافظ لكلامه إذن سنختم بهذه الآيات أرجو الآيتين هما احفظوهما جيدا أيها الأحبة وكرر هذه الآية كلما دخلت إلى أي مكان وخرجت كرر هذه الآية وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة